اشتركوا في القناة قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ست فتيات فلسطينيات من داخل المسجد الأقصى المبارك واقتدت هنا إلى مركز تابع لها في مدينة القدس القوات الامنية العراقية تحبط هجوما مسلحا لعناصر تنظيم الدولة شرق مدينة سمراء في عملية أدت إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخر منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف تقول ان 66 ألف طفل يمني متون كل عام بأمراض يمكن الوقاية منها المتحدث باسم الرئاسة التركية يقول ان بلاده لا ترغب في حرب اقتصادية مع واشنطن مؤكدا ان الوضع الاقتصادي في تركيا بدأ يتحسن هجوم لحركة طالبان على موقع عسكري أفغاني يسفر عن مقتل 44 عنصرا من أفراد الجيش والشرطة وسقوط 48 شخصا في تفجير انتحار في كابول في جنوى الايطالية فرق الانقاذ تواصل البحث عن ناجين وسط كتل ضخمة من حطام الجسر الذي انهار وأدى إلى مقتل 39 شخصا والحكومة توجه انتقادات شديدة إلى الشركة المشغلة للجسر ارتفاع عدد القتل في أسوأ فيظنات تشهدها ولاية كيرلا الهندية إلى 43 قتيلا حيث أدى ارتفاع المياه إلى تقطع السبل بعشرة الألاف من السكان السفنة أكواريوس ترسو في ميناء فاليتا في مالطاو على متنها 141 مهاجرا لينتهي بذلك خلاف بين عدة دول في الاتحاد الأوروبي رفضت على مدى خمسة أيام رسوة السفنة في موانئها الصيف في قطر دائماً لطبخة فيه العديد من الأنشطة والفعاليات في النادي العلمي وفي مخيم السم الصيفي المشاركين معنا رح يتعلمون كيفية انهم يطلعون أفكار ومشاريع الحين نحن بمطار كتزموندو وهو نقطة الدخول لمدينة كتزموندو الدوحة والله مطار صراحة تابون تتعرفون على هذه الأنشطة والفعاليات كل هذا وأكثر من خلال برنامجكم برنامج جولة حكاياتهم تغوص في أعماقه هاهم الأحفاد يخوضون رحلتهم السابعة إحياء لتراث قطر البحري وتعزيزاً للقيم النبيلة التي تحلى بها أجدادهم أجواء التحدي والحماس تعود في النسخة السابعة لبطولة سنيار اشتركوا في القناة اهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة يوجه بدعم الاقتصاد التركي بما يقارب 55 مليار ريال قطري حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة وفخامة الرئيس التركي يشددان على أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق الدبلماسية للحفاظ على أمن المنطقة فخامة رئيس جمهورية الفلبين يلتقي السعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية دولة قطر تدين التفجيرات في العراق وأفغانستان وتجدد رفضها للعنف والإرهاب في الاقتصاد تقارير دولية تصنف الاقتصاد القطري ثانية أقوى اقتصادات المنطقة تنافسية والخامس والعشرين عالميا وفي الرياضة منتخبنا الوطني يتوجو بلقب بطولة النخبة الأسيوية للكرة الطائرة على حساب إيران ضمن المنافسات في تايبيه أهلا بكم وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري أي 15 مليار دولار أمريكي دعما للاقتصاد التركي وذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة وبحث سمو الأمير المفدة وفخامة الرئيس العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبول الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات لسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر حيالها مشددين على أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة عضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير وحضره من الجانب التركي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وقد حضر صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى مادوبة الغداء التي أقامها أخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة تكريما لسموه في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقراء وقد غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى العاصمة التركية أنقراء مساء اليوم وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار آسنبوغا سعادة السيد فاتح دونيميز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي وسعادة السيد أركان طوباغا والي أنقراء وسعادة اللواء أحمد بيش قائد حامية أنقراء وسعادة السيد فكرة أزير السفير التركي لدى الدولة وسعادة السيد سالم مبارك شافي الشافي سفير دولة قطر لدى تركيا وأعضاء السفارة القطرية رافق سمو الأمير وفد رسمي وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد وصل إلى العاصمة التركية أنقراء في زيارة عمل وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار آسنبوغا سعادة السيد فاتح دونيميز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي وسعادة السيد أركان طوباغا ولي أنقرة وسعادة اللواء أحمد بيش قائد حامية أنقرة وسعادة السيد فكرة أزير السفير التركي لدى الدولة وسعادة السيد سالم مبارك شافي الشافي سفير دولة قطر لدى تركيا وعضاء السفارة القطرية هذا وترتكز العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية على التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات إلى جانب الرؤى المشتركة تجاه مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية استثنائية هي علاقات التعاضد والتكاتف بين دولة قطر والجمهورية التركية علاقات ارتقت إلى الشراكة الاستراتيجية بفضل حرص القيادة الحكيمة في البلدين على تطويرها في كافة المجالات انطلاقا من الرؤى المشتركة تجاه مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية قمة اليوم حلقة جديدة في سلسلة من اللقاءات بين الزعيمين قاربت على اكثر من عشرين لقاءا خلال ما يزيد عن الاربعين شهر ووثقتها اتفاقيات التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية والثقافية زاد من تماسك هذه العلاقات الروابط الاقتصادية المدعمة باتفاقيات تمخضت عن اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا والتي زادت من وطيرة التعاون المثمر لتصبح قطر ثاني اكبر مستثمر في تركيا وباكثر من عشرين مليار دولار فيما تتصدر تركيا البلدان الاكثر تصديرا الى قطر القمة التي تجمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم من حمد الثاني امير البلاد المفدة وفخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تجسد كافة معاني الاخوة والصداقة دون اغفال القواسم المشتركة التي تربط بين البلدين فقد كان حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدة اول المهنئين في حفل تنصيب فخامة الرئيس التركي على سدة الحكم لولاية جديدة منذ فترة وجيزة وفي الاوقات الصعبة وقفت دولة قطر مع استقرار تركيا وشرعية مؤسساتها الدستورية في مواجهة محاولة انقلاب فاشلة وكان سمو الامير المفدة اول رئيس دولة يزور تركيا بعد فشل الانقلاب بدورها كانت الجمهورية التركية الشقيقة اول الداعمين لقطر في مواجهة تحديات الحصار الجائر من بعض دول الجوار وهو ما سيظل ماثلا في وجدان وذاكرة دولة قطر كما اكدت عبارات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدة في اكثر من محفل ومناسبة ان دولة قطر لن تنسى موقف فخامة الرئيس والحكومة والشعب التركي الشقيق مع دولة قطر خلال الحصار الذي تتعرض له بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني امير البلاد المفدة ببرقية الى اخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذة في نهر النيل شمال السودان بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد الثاني امير البلاد المفدة ببرقية تهنئة الى كل من فخامة الرئيس مون جي ان رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده والى فخامة الرئيس رامنات كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الامير ببرقية الى فخامة الرئيس المشير عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق ضمنها تعزيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذة في نهر النيل شمال السودان وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد الثاني نائب الامير ببرقية تهنئة الى كل من فخامة الرئيس مون جي ان رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده والى فخامة الرئيس رامنات كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده كما بعث مع الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ببرقية تهنئة الى كل من دولة السيد لينا كيون رئيس وزراء جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وإلى دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده استقبل فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى الفلبين وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة إلى فخامة رئيس جمهورية الفلبين وتمنيات سموه لشعب الفلبين بمزيد من التقدم والنماء من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية الفلبين سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة متمنيا لسموه منفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التطور والازدهار جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكد سعادة وزير الخارجية عمق العلاقات بين البلدين ورغبة دولة قطر في تقويتها وتعزيزها وحرصها على زيادة التعاون السياسي والاقتصادي مع الفلبين من جهة ثانية اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع سعادة السيد ألان بيتر كايتانو وزير خارجية جمهورية الفلبين وجرى خلال الاجتماع لحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية أعربت دولة قطر عن إدانتها والسنكارها الشديدين لانفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العراق وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى واجددت وزارة الخارجية في بيان لها موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل وفي سياق متصل عربت دولة قطر عن إدانتها والسنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع أمام مركز تعليمي غرب العاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى واجددت وزارة الخارجية في بيان لها موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى الشفاء العاجل تحت رعاية سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة أقيم الحفل الختمي للنشاط الصيفي لأبناء منتسبي القوات المسلحة على صالة نادي السد الرياضي بمشاركة 350 طالبا والذي يقام للعام الثامن عشر على التوالي يسعى الاتحاد الرياضي العسكري من خلال هذا النشاط إلى تمكين أبناء منتسبي القوات المسلحة من ممارسة الرياضة بطريقة هادفة تسهم في رفع قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم التي يمكن استثمارها في إعداد أجيال من الأبطال القادرين على المشاركة في مسيرة الوطن انشاطاتنا متنوعة ومتراكزة بالشكل المباشر متجهة إلى الرياضة لأن الرياضة أساس رقي المجتمعات ونحن في القوات المسلحة تعتبر الرياضة مرتكز أساسي لتكويش شخصية العسكري الحمد لله رب العالمين 350 مشارك السنة هذه هو عدد كبير جدا الحفل الختامي للنشاط الصيفي الذي ينظمه الاتحاد العسكري سنويا لأبناء منتسبي القوات المسلحة يعتبر صورة أخرى لتواصل القوات المسلحة مع المواطن والمقيم في الدولة وقد اجتمل الحفل على عروض لألعاب كرة القدم والملاكمة والتايكواندو وشد الحبل بحضور أولياء أمور الطلاب المشاركين طبعا النشاط الرياضي بدأ من سنة 2000 ولله الحمد طبعا سنة بعد سنة يتطور طبعا الهدف منه هو هدف رياضي واجتماعي وأيضا إنساني وثغافي احتوى طبعا على ست رياضات اللي هي الصباحة والرماية واليد عفوا وكرة السلة وكرة الغدم والتايكواندو والجودو من ضمن طبعا أهداف النشاط الرياضي اكتشاف المواهب سواء على المستوى العسكري وحتى المدني وبعد انتهاء فقرات الحفل قام سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه العميد الركن يوسف دسمال الكواري رئيس الاتحاد الرياضي العسكري بتكريم الرياضيين المتميزين في الأنشطة المختلفة وأخذ الصور التذكارية مع الطلاب والمدربين اختتمت القوات المسلحة القطرية بالتعاون مع القوات المسلحة المنغولية تمرين القرار الحاسم 14 التعبوي الذي نفذته الدفع الرابعة عشر من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية حضر ختم التمرين الذي يقيم بالعاصمة المنغولية أولان باتور وسعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيرين قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية وسعادة اللواء بادا مبازر نائب رئيس أركان القوات المسلحة المنغولية وذكرت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع في بيان لها أن تمرين القرار الحاسم 14 الذي استمر ثلاثة أسابيع اجتمل على ثلاث مراحل هي تدريب مرشحي الضباط على القتال في المناطق المبنية والعمليات التعرضية والدفاعية والهجوم المعاكس بالذخيرة الحية على النار والحركة في ميدان المعركة نشتنا مستمرة وفيها بعد قليل ارتفاع أرباح شركات المدرجة في بورصة قطر إلى 21 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري تابعونا عبر حساب تلفزيون قطر على تويتر اهلا بكم من جديد أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي اكتمالا للسعدادات والتحضيرات وكافة مدخلات العملية التعليمية والتربوية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في 27 من شهر أغسطس الجاري جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث فيه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من مسؤولي الوزارة أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي جهيزيتها لاستقبل العام الدراسي الجديد حيث أعلنت خلال مؤتمر صحفي اكتمال جميع الاستعدادات والتحضيرات التي تمثل مدخلات العملية التعليمية والتربوية تمهيدا لبدء العام الدراسي الجديد في 29 من هذا الشهر إن شاء الله نتوقع إن شاء الله أننا العام الدراسي القادم يكون عام وفير بالإنتاج العلمي الغزير التنوع في المدارس التنوع في البرامج والمناهج فنعمل إن شاء الله الخير هذا العام بإذن الله وقد شملت التجهيزات استقطاب 711 معلما ومعلمة وفق معايير صارمة من حيث المؤهلات والخبرات العلمية ليبلغ إجمالي المعلمين بالمدارس الحكومية 13 ألفا وأربعمائة وأربعين معلما ومعلمة بينما بلغ عدد المعلمين بمدارس ورياض الأطفال الخاصة 13 ألفا وخمسمائة وواحد وتسعين معلما ومعلمة كما تم التوسيع في برنامج طموح للمبتعثين بإضافة فئات جديدة والعديد من المزايا عملنا على تقطير الأكاديميين خصوص النواب الأكاديمي المرحلة الابتدائية تقريبا تسع وتسعين في المية رح يكونون قطريين بإذن الله وأيضا رح يستم الاستعانة بالنواب الأكاديميين اللي حل ما حلهم الأقطريين على سواء في الوزارة في مختلف إداراتها أو في المدارس في المراحل الأخرى غير المرحلة الابتدائية ولتلبية الطلب المتزيد على التعليم تم هذا العام توفير المزيد من البنى التحتية وعليه تم افتتاح 14 مدرسة وروضة منها 11 خاصة وثلاث مدارس حكومية توفر أكثر من 5060 مقعدا دراسيا ليصل عدد المدارس ورياض الأطفال الحكومية إلى أكثر من 270 تضم في مجملها ما يقارب 117 ألف طالب وطالبة بينما وصل عدد المدارس والرياض الخاصة إلى 282 تجاوز عدد الطلاب فيها 190 ألف طالب كما سيتميز العام الجديد بافتتاح مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة ولتهيئة الطلاب وأولياء أمورهم للعام الدراسي الجديد أعلنت الوزارة انطلاق حملة العودة إلى المدارس التي سيحتضنها قطر مول من 23 إلى 31 من شهر أغسطس بتقديم فعاليات وأنشطة توعوية وترفيهية تحمل شعار بالعلم لبني قطر احتفلت كلية الشرطة في مقرها بتخريج المجموعة السابعة البالغ عددها نحو 300 طالب من طلاب المرحلة الابتدائية من جملة الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي ضباط الغد البالغ عددهم نحو 2300 طالب بحضور العميد عيسى عرار رميحي مدير أمن المطار ويهدف البرنامج إلى تعزيز القيم الوطنية في نفوس النشأ وتنمية المهارات القيادية والثقة لدى الطلاب حتى يتسنى لهم خدمة المجتمع المجموعة الأولى التي تخرجت إلى المجموعة السابعة كثير من الأشياء التي تم إضافتها في البرنامج التدريبي لمسنا صراحة في رغم من بعض الطلاب في بعض المهارات يحبوها أكثر المهارات الثانية تم إضافتها أو التركيز عليها أكثر الطلاب يحبون شوي الأكشن يحبون بعض الحركات العسكرية متعودين على بعض الأشياء تكون رياضة مملة بالنسبة لها والسباحة لكن الطلاب يحبوا الأشياء العسكرية يحبون المهارات العسكرية يحبون الأشياء هذه والآن إلى الجولة الاقتصادية مع محمد بليده إليك محمد شكرا لك عبدالله وهناك مشاهدين في جولتنا الاقتصادية تقرير دولي جديد وتصنيف ممتاز يضاف إلى سلسلة التقارير الإيجابية الأخيرة التي تشيد بقوة الاقتصاد القطري فالتقرير صادر عن مؤسسة التمويل الدولية صنف الاقتصاد القطري ثانية أقوى اقتصادات المنطقة نفسية والخامسة والعشرين عالميا تقرير دولي جديد وتصنيف ممتاز يضاف إلى سلسلة التقارير الإيجابية الأخيرة التي تشيد بقوة الاقتصاد القطري التقرير هذه المرة صادر عن مؤسسة التمويل الدولية وهي المؤسسة الشقيقة للبنك الدولي إذ صنف الاقتصاد القطري بثاني أقوى اقتصادات المنطقة تنافسية واحتل المرتبة الخامسة والعشرين عالميا يستند التقرير في الترتيب إلى 12 عاملا مرتبطا بالإنتاجية والنمو الاقتصادي والتعليم والبنية التحتية وبين تقرير المؤسسة أن بيئة الاقتصاد الكلي القطري متينة متوقعا أن تعمل قطر على ضمان وصول أفضل إلى التقنيات الرقمية للأفراد والشركات وزيادة تعزيز المؤسسات التعليمية ومنذ عام 2007 قامت الدولة بتحسين أدائها عبر جميع أركان المؤشر وتمثل البنية التحتية عالية الجودة وبيئة الاقتصاد الكلي المواتية والمستويات الجيدة من الصحة والتعليم الابتدائي مواطن القوة الرئيسية في البلد وبين التقرير أن قطر من الدول التي تنخفض فيها معدلات القلق من قبل رجال الأعمال مشيرا إلى أن نسبة التوظيف الحكومي هي الأقل مقارنة بدول الخليج الأخرى إذ تصل إلى خمسين في المئة مقارنة بتسعة وتسعين في المئة في السعودية وسبعة وستين في المئة في البحرين ولاحظ التقرير نمو صادرات الخدمات التجارية في قطر بالإضافة لكونها من أكثر الدول جودة في التشريعات والاستقرار السياسي أما العوامل الاثنى عشر التي استند عليها التقرير هي التعليم والمؤسسية والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائيين والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلاع وكفاءة سوق العمل وتطوير السوق المالي والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق وتطوير بيئة الأعمال والابتكار وجميعها ذات أهمية بالغة للإنتاجية والنمو الاقتصادي التقرير الجديد هذا يعد تتويجا لإنجازات دولة قطر وسعيها الدؤوب لتقديم مناخ استثماري تنافسي في جميع المجالات جعلها تتقدم على منافسين دوليين وإقليميين مثل الصين وبولندا للعام الثاني على التوالي أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء موسم حظر صيد أسماك الكنعد ابتداء من اليوم وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر المقبل بموجب الإعلان يحضر صيد أسماك الكنعد بالشباك ويسمح بصيدها بالخيط فقط ويهدف الحظر إلى زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السماكي الكلي وتنظيم عملية الصيد وتمثل مصائد أسماك الكنعد في قطر من نسبته 15% من حجم الصيد الكلي كما يعمل في الدولة نحو 180 قاربا في صيد الكنعد أشارت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصائي لتراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في يونيو الماضي بنسبة 2.19% ليصي ليلة 150 نقاط و14 نقطة ويعكس المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة كالتعديل وصناعة التحولية وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يونيو أو يوليو من العام الجاري حيث وإشارة تقرير لتسجيل 2162 شركة جديدة بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1622 سجلا بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 540 سجلا ارتفعت أرباح شركات الـ 45 المدرجة في بورصة قطر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5% على أساس سنوي بحسب بيان للبورصة فقد بلغت أرباح تلك الشركة المدرجة 21 مليار ريال وكانت أربعة قطاعات من أصل سبعة أو سبعة قطاعات سجلت نموا على مستوى أرباحها المجمعة وهي قطاعات البنوك والخدمات المالية والخدمات واستلع الاستهلاكية والصناعة والنقل تراجع مؤشر بورصة قطر في رابعة جلسة الأسبوع بنحو نصف النقطة الميوية ليسجل 9592 نقطة فيما تجاوزت قيم التداول حجز المئة مليون ريال كما تجاوزت أحجم التداول الثلاثة ملايين ونصف المليون سهم نفذت من خلال أكثر من 2200 صفقة نهاية الجولة الاقتصادية وعودة الآن إلى الزمين عبدالله المسلماني وبقية النشر ليك عبدالله شكرا لك محمد رفض وفي إنجاز رياضي غير مسبوك اقتوج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للرجال بلقب بطولة النخبة الاسيوية للعبة في نسختها السادسة رجال لدعم نجحوا في تحويل تأخرهم أمام إيران بشوطين الانتصار بثلاثة أشواط مقابل اثنين في القمة النهائية التي جمعت بينهما ضمن البطولة التي احتضنت منافستها الصين تايبيه بشوار منتخبنا للنهائي جاء بعد تصدره المجموعة الثالثة بفوزين على كل من بيتنام وتايلند بالنتيجة ذاتها وبواقع ثلاثة أشواط نظيفة قبل أن يتجاوز عقبة المنتخب الكوري الجنوبي في ربع نهائي ويهزمه بثلاثة أشواط دون رد لعودة ويعبر نصف النهائي بفوز مستحق على المنتخب اليابني بثلاثة أشواط لشوط يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة غدا الخميس مع المنتخب اليابني في ثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأسيوية الثامن عشر في جاكرتا والتي ستفتتح رسميا يوم السبت المقبل وتستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل ويدخل المنتخبان المواجهة وسط ترقب لحصد نتيجة الفوز التي ستضاعف من حضوظهما في الانتقال إلى الدور المقبل خاصة أن المواجهة الختامية لكليهما ستكون في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري وسيكون هناك متسع من الوقت لترتيب الأوراق كل مجموعة من الأربع مجموعة إلى ربع نهائي المباراة القادمة يوم ستاشر كما ويلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع منتخب أوزباكستان غدا الخميس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الأسيوية الثامنة عشر في جاكرتا حيث يبحث منتخبنا عن حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب الأوزباكي لسيما بعد تعدله في لقاء الافتتاح أمام تايلند بهدف لمثله وأكمل منتخبنا الأولمبي استعداداته للقاء المرتقب بقيادة المدرب الإسباني نايم مالغوسا خاصة أن المنتخب الأوزباكي يعد من أقوى المرشحين للمنافسة على ذهبية الأسياد وفي ختام النشر هذا تذكير بالعنوين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يوجه بدعم الاقتصاد التركي بما يقارب خمسة وخمسين مليار ريال قطرية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي يشددان على أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة فخامة رئيس جمهورية الفلسفين يلتقي سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ويبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية دولة قطر تدين التفجيرات في العراق وأفغانستان وتجدد رفضها للعنف والإرهاب في الاقتصاد تقارير دولية تصنف الاقتصاد القطري ثانية أقوى اقتصادات المنطقة تنافسية والخامسة والعشرين عالميا وكان في الرياضة منتخبنا الوطني يتوجب لقب بطولة النخبة الأسيوية للكرة الطائرة على حساب إيران ضمن المنافسات في تايبيه يمكنكم متابعة البث الحي لتلفزيون قطر على موقع اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة